موسيقى بسم الآب والابن والروح الكدس والإله الواحد أمين اليوم الخامس والعشرون من شهر أمشير المبارك رسالة ربنا لينا النهاردة عن طريق قديس بوليس الرسول اللي بيكلمنا يقول لنا فاشترك أنت في احتمال الألامة كجندي صالح للمسيح يسوع لأنه ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده أما إذا مضى أحد إلى موضع الجهاد فلن ينال الإكليل إن لم يجاهد قانونيا ويدي مثل آخر لأن الفلاح الذي يتعب أن ينال أولا من الإثمار افهم ما أقول يعطيك الرب علما في كل شيء أذكر يسوع المسيح الذي قام من بين الأموال وهنا ما هو القانون لهذا الجهاد؟ هل هناك قانون لهذا الجهاد؟ ها طبعا في قانون والقديس بوليس الرسول حط لنا المثالين مثل الفلاح اللي بينتظر اللي بيصبر ومثل الجندي اللي بيقف في مكانه بيقف في مكانه يعني إيه؟ يعني هو ملتزم مهما ناله من صعوب فهو ملتزم بالحياة الروحية وعنده التزام داخلي هذا الالتزام الداخلي بيخليه بدون تشويش ما يقدرش كده يرتبك بأعمال أخرى يعني المسيح في حياتك مش حدث عارض إنما هو الأساس للحياة الحياة الروحية مش حدث عارض للحياة يعني مش إحنا ماشيين في حياتنا اليومية بدون ثقة في الله وبدون عمل روحي أنت المسيح هو أولاً وبعدين لا ترتبك بأعمال الحياة اللي هي ابتقدك بعيد عن ربنا ده المفهوم معكوس يعني كثير من الأوقات إحنا بنعطي للمسيح في حياتنا الروحية القليل جداً من وقتنا ونقعد نحسب الوقت اللي هنقضيه في الكنيسة والوقت اللي هنقضيه في قرية الكتاب والوقت اللي هنقضيه في الصلاة والوقت اللي هنقضيه في اجتماعات روحية ونقول نحسبها بالوقت ولا أنا عندي بشوار وما عنديش وقت الوقت ده بتاع المسيح ما ترتبكش بأعمال الحياة لأنك تجنت للمسيح وانتظر كما ينتظر الفلاح بصبر السمر الروحي المتكاسر لحساب حياتك الروحية حتى تستطيع أنك انت ترس الحياة ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر